الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليًا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله هل هو مصطلح وارد في الأحاديث الشريفة أم مصطلح جديد هذا المصطلح هذا العنوان وارد في الأحاديث الشريفة المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وكان واليه على البصرة في مقطع من هذا الكتاب يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى رياضة النفس لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق المقطع الأخير من هذه العبارة وتثبت على جوانب المزلق يعني ماذا؟ شراح نهج البلاغة في شرح هذا المقطع قالوا المقصود هو الصراط المزلق هو الصراط في يوم القيامة الذي يروض نفسه رياضة الرحمانية يثبت على جوانب المزلق في يوم القيامة ممكن هذا التفسير محتمل ولكن يوجد احتمال آخر في تفسير هذا المقطع أن يكون المقصود هو المزلق في الدنيا الذي يروض نفسه رياضة الرحمانية يثبت على جوانب المزلق في الدنيا لا تزل قدمه في الدنيا هناك مشكلة بل خطر بل من أعاظم الأخطار هو الخطر هو الخطر بإحساس الأمن الشخص يحس بالأمن هذا من أكبر الأخطار على الإنسان يحس بأنه ليس في خطر الإحساس بعدم الخطر من أكبر الأخطار الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فلا يأمن الإحساس بالأمن الإحساس بعدم الخطر فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا الذي يحس بالأمن خاسر الكلام ليس عن ناس بعيدين عننا بعضنا يحس بالأمن يا أخي أنا إمامي أمير المؤمنين شفيعي سيد الشهداء الذي يرعاني هو صاحب الأمر حجة الله على الخلائق في هذا العاصر اللهم يصلى على محمد العالم الذي عنده إمام مثل أمير المؤمنين عنده الشفيع مثل سيد الشهداء عنده من يرعاه مثل صاحب الأمر صلوات الله عليهم يخاف نعم أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبقى لك إن بقيت له هو كريم إن بقيت له ويبقى لك ولكن ما الضمان أنك تبقى له عندك ضمان أنك تبقى لأمير المؤمنين حتى يبقى لك هذا ما في نفوس كثير من المؤمنين نحن في أمان أي أمان نسينا الزبير نسينا عشرات الآلاف الذين بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الغدير كلهم شيعة الذي يبايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالولاية هذا الشيعي أم لا قل شاطر منهم كانوا منافقين عشر بالمئة منهم كانوا منافقين مثلا ولعله العدد أقل من هذا تسعون بالمئة ما كانوا منافقين مئة وعشرون ألف شخص أو أكثر كما يظهر من بعض التواريخ مضى سبعون يوما فقط كم شخصا بقي إلى أمير المؤمنين انحرفوا أم لا الذي جاءوا مع سيد الشهداء صلوات الله عليه إلى كربلاء ثم قبل القتال قبل الحرب فروا من كان هؤلاء كانوا على الجادة أم لا كم منهم فر كم منهم هرب أشرات أشرات بل مئات جماعات جماعات ذهبوا لا نقل لكم تاريخا إلى يومنا هذا كم من الناس على مر العصور انحرفوا بعد أن كانوا على الجادة كانوا على الطريق الصحيح على الصلاة المستقيم فلان كان من خدام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان خطيبا ناعيا لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ويقال أنه كان لا بأس به يعني لم يكن من الدرجة الأولى ولكن كان خطيبا جيدا إجمالا ناعيا جيدا إجمالا صار متجبر صار فرعون هو أيضا كان يقول أنا على الجادة هو أيضا كان يقول أنا عندي أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنه فقط لا نحن كل واحد مننا يا أخي عندنا أعداء يقضون لا يغفلون عننا نصف ثانية لا أقول ثانية مع هذا الإنسان يكون يحس بآمن هذا جهل أم لا أي جهل هذا ما العلاج؟ رياضة النفس رياضة النفس يعني ماذا؟ يعني أن يكون الإنسان حذرا نبيها على مر الخط يعني إذا غفلت لحظة واحدة أحيانا بعيد عنكم إن شاء الله تعالى يذهب الشخص خلاص كبار ذهبوا أظماء ذهبوا أنا ماذا؟ العياذ بالله تعالى عندما يستيقظ الإنسان على صوت المنبه لصلاة الفجر لصلاة الصبح أو حتى لصلاة الليل هنا يأتيك الشيطان النوم العميل في مجال بعد ساعة باقية صلاة الليل ليست واجبة إن شاء الله أقضيها لماذا لا أقضي النوم؟ بدون منطق ولكن شيطان النفس عندما يقول لك شخص شخص من المؤمنين أقصد لا شخص عدو من أعداء الله عز وجل من المؤمنين شخص قال لك كلمة نابية زوجتك قالت لك كلمة نابية زوجك قال لك كلمة نابية صديقك هنا يأتيك الشيطان يثير قوة الغضب تتمكن أن ترد بأشد منه هذا مزلق أم لا؟ عندما يتمكن الإنسان أن يؤذي إذاًا محرماً قصدي الخادم الخادمة عندما تتمكن أن تضرب طفلاً طفلاً صغيراً لا يضرب تضربه تشفياً لأنه يؤذيك لأنه يصرخ لأنه يبكي أكثر من اللازم ولا أحد يعرف أنت والطفل الطفل ما عند لسان يقول عندما تتمكن أن تتجسس على الناس ولا أحد يعرف في هذه المزالق في هذه المزالق ما الذي يجعلك لا تزل قدمك وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق رياضة عندما تكون رياضة الرحمانية طبعاً لا رياضات المنتشر اليوم رياضات شيطانية أروضها بالتقوى هنا قدمك لا تزيل الدنيا جداً عجيبة يوم تأسعاء وليلة عاشوراء عشرات لعلي أقول مئات ممن كان في معسكر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ذهبوا ذهبوا في طريقه في نفس تلك الليلة من معسكر الشيطان معسكر يزيد بن معاوي عليه العائن الله تترى أبد الآبدين أشد أسوأ أجلكم الله أجلكم الله أقضر معسكر للشيطان في تاريخ البشر من ذلك المعسكر الشيطاني جاء إلى جيش سيد الشهداء التحق بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إثنان وثلاثون رجلاً في نفس تلك الليلة الله أكبر عبر عجيبة عجيبة ما الذي جعل أولئك ينحرفون ما الذي جعل الزبير يذهب في ذلك الطريق مرات الله العالم كم مرة أين مرات ومرات قال للشيطان نعم في حياته ما روض هذا النفس انزلقت أقدامه في هذا الموقف ما الذي جعل الحر يلتحق في الساعات الأخيرة من حياته يلتحق إلى عظماء الجنة سادة الجنة قمة قمم الجنة ما الذي جعله مرات وكرات كثيرة حتماً ويقيناً في حياته قال للشيطان لا رياضة النفس أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق في نفس هذا الكتاب العظيم كتاب رائع جداً من روائع نهج البلاغ كتاب المولى صلوات الله عليه إلى عثمان بن حنيف في أواخره الإمام صلوات الله عليه يقول وأيم الله يعني قسماً بالله وأيم الله يميناً أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مضعومة وتقنع بالملح مأدومة الله ما أروعها من عبارة هذه العبارة حقاً تحتاج إلى وقفة لعلنا وقفة عند هذه العبارة إن شاء الله تعالى هذه العبارة توضح كيف يتمكن الإنسان الذي يروض نفسه من ألا تزل قدمه في جوانب المزلق هذا المقطع يكشف جداً جميل ورائع وفي نفس الوقت عظيم وعميق هذا اليومان اليوم وغاد يتضمنان أربعة أو أربع مناسبات عظيمة خلدها القرآن الكريم لأهل البيت صلوات الله عليه أولاً قضية المباهلة العظمى ونزول آية المباهلة التي هي من أعظم فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم بل هي أعظم وأفضل فضيلة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالخصوص في القرآن الكريم لأن الآية جعلت أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليهما وعليهما اللهم صلى الله عليه ونزول آية الولاية عندما تصدق المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه بخاتمه في الركوع والتي هي من أوضح الآيات القرآنية في إثبات ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه حيث جعلتها بعد ولاية الله ورسوله مباشرة ثالثا نزول آية التطهير تعلمون آية التطهير نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا إحداها في مثل هذا اليوم ورابعا نزول ثمان عشرة آية قرآنية من سورتها الأتى سورة الإنسان وهذه أيضا لعلها تكون فريدة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله في تاريخ نزول القرآن الكريم أن تنزل ثمان عشرة آية قرآنية متتالية في مدح فئة واحدة في قضية واحدة لعله لا يوجد له نظير تنزل هذا العدد من الآيات القرآنية ينزل في قضية واحدة لفئة واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين هؤلاء السادة الظاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبده وكفى بي فخراً أن تكون لي ربه أنت كما أحب فاجعلني كما تحب أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب أنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين شكراً للمشاهدة